بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضر السيدين والرسول الله وعلى علي وصحبه أجمعين شاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت العنوان مهارة النهاردة الجماعة مهارة جميلة جداً وقوية جداً خاصة بالالترنيد تيكست الفكرة المنتهى البساطة الجماعة الالترنيد تيكست ده تبعها عن نص بديل يعني نص بيظهر لما في حالات معينة ايه الحالات ديت اني مثلا الناس اللي بتعمل براوسينج البرمجية بتاعتيه كون عندها مشكلة من النوع معين الكلام عايم طيب هو في الاول سكرين ريدرز ديت معناها برامج اور صوفت وير من الصوفت ويرز اللي بتجرأ الشاشات بتاعي الجانب ديت من تصميم تعليمي تحت بياندرج تحت ما يوسم بالاكسابيليتي يقول لها سهولة الوصول للمعلومة جهو البرمجية بتاعك الجانب ديت بمنتهاء البساطة في ناس بلند ناس ما بتشوفش ناس نظرها ضعيف ما بتعرفش تشوف العناصر بتاعك عشان كده بتستخدم برامج بتخليها بتوصف لها الكلام اللي موجود على الشاشة بتاعك الالترنيد تيكست ديت بالضبط نص بديل بمجرد ما انت تعمل سيليكشن على الوبشيكت اللي انت حطط له الالترنيد تيكست يبتدي برنامج الالترنيد يجرى الكلام اللي بتدل عليه المفروض اللي بتدل عليه الابشيكت بتاعك يعني ايه الكلام ديت طيب انا معي اوبشيكت هو شخصية زي ديت هتغط كليكي من عليها وين من سايز اندوبشن من الجانب الاخير اللي احنا بتكلمش عموط نعب عليهم التكست الالترنيد تيكست ونص بديل وهكتب مثلا كلمة هالو مثلا اي ام سوزي هو هامل تمام طبعا انا علشان الموضولات في البرمجيو مش رح يظهر فانا مضطر اني عمل البابلش البرمجيو تمام يا جماعة فهروح على قيمة بابلش طبعا المهاردة مش في وقتها وكده احنا بنحاول نعمل تيست بس يا جماعة هعمل بابلش ليه البرمجيو بتاعي يا ما فاش اي حاجه لازت بس فيها ام الاو بجيتة دي ملف ال息 ك ش اثنان. طيب الاول الالترنيت البرنامج بتاعنا نحن نستخدمه عشان نعمل كان اسمه جاي اي دابليو اس اه البرنامج مع البرنامج جات يا جماعة جاي اي دابليو اس والبرنامج جاتها نلاقي ان شاء الله بذن الله مع الفولدر اللي في ملفات الحلاجات او اه ملفات الحلاجات او الفيديو بتاعة الحلاج بتاعة النهار ده تمام هو حجم في حدود مية وخمسين ميجاني بعد ما احنا نبتدي نسطبوها هبتدي هو يعمل لنا اختصاره على سطح المكتب وهو هيغير الاسكيم للبيزيكس عشان نبتدي نشوف القصة ديتها جمعا تمام هاخد وقت اللي حين ما يتسطب اي 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 ام ريت اي انا على برمجيتي كواه لسل المنا هو بي يقول لي انت محتاج ان انت متراستر الجهاز بتاعك علشان يشتغل ديمو على الاربعين فانا هقول له بصراحة لو راسترت لعمل فالبرنامج كده مش هيبتدي يديني يعني كده هيكون عندي مشكلة انا محتاج اني يا راستر الجهاز بس ما في مشاكل احنا ممكن نعمله على القصة ديت فالسكشن بس بمنطقة البساطة يا جماعة اللي انا ضغطت تاب او رحت على على الصورة ديت هتلاقي اني او البرنامج ديت يا جماعة يبتدي يقول لي اللي هو كان عبارة عنها لو ايام سوزي ديت الفكرة بمنطقة البساطة ديت جانب جميل جدا بيحاول يسهل من استخدام البرمجات بتاعتك لاشخاص معينين بتحت معيار سهولة الوصول ديت من معيار تصميم تعليمي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته